لكن متعرفش الطفلة المعجزة دي كانت عبقرية جدا يعني مفيش أفرح في بداية التمانينات إلا كان فيه صبرين يعني مش عايز أقولكو كانت يعني فقرة رئيسية جدا يعني كانت دايما الناس تحبها ده لما كبرت بعد كده شوية ابتديت يعني مثلت في أفلام طبعا مع الأستاذ حلمي رفله شوف أنا من جيل الرواد يعني اشتولت مع الأستاذ حلمي رفله كان فيلم اسم حب حلا من حب مع مدام نجلق فاتحي ربنا ديها صح مين بقى لدخالك التمثيل سيد أحمد السبعوي المخرج الله يرحمه شافني شافني وكانوا طالبين في حب حلا من حب يعني كتير فبا كان عاني كم سنة سايفة سبع سنين تقريبا ست سنين انتي بدأ بدلي خلص لا لا خالد بص أنا يعني هايز أقولك حب حلا من حب ده كان كل كان بتعارت في الأوبرا وعنا أساسا من أرض شريف العتبة يعني فجنبنا الأوبرا فكان كل المدرسة راحة تتفرجت فأنا كنت نكمة من أولا سبع سنين يعني يعني انت فكرك ان كل الحاجات اللي بتمر بظروفك الصعبة دي انت فكرك ان انت مش هتيجي بعد كل حب والتمييز اللي انت في المدرسة فيه والكلام ده كله انت متبقاش فرحان أكيد برضو ليها نوع من ما فيش حد المدرسين حد من زماليك شافك وانت بتعملي شو مثلا بالليل قالك شفتك مبارح مستاذ بتاعك قالك حد بالصدفة كان وقع الموضوع عليهم غريب النظر بتاع المدرسة اه النظرة كانت ايه النظرة كانت كنت حضرت انا كنت يعني ايه انا على فكرة كنت طالبة محترمة يعني ما كنتش مشاغبة الا في الكبر لما بقيت سنوية عام سنوية عام ما بقى بتديت يعني ما هو الصحاب برضو هما اللي بيعلموك بقى الشقابة وكمال في السنوية العامة في مدرسة الحوياتي كنت منوتة بقى حلوة وكلامتها فكنت شايفة نفسي شوية انما قبل كده كنت طالبة ففي الاعدادة دي كنت كانت اتذكر كانت مديرة المدرسة الله يقدس روحة كان اسمها دكتورة سعاد ميليكة كانت الفلكي كان مدرسة الفلكي الاعدادية وكنت انا موجودة وكنت كده اطلع كنت خاف منها او لان هي كانت حد يعني شديد او يعني فشفتني في فرح فبقيت تشبه عليك طول ما انا طالعبت واحنا تعرف هما بيبقوا فين واحنا تلاعين شفتها فين يا ربي يا ربي بس خلي بالك انا كنت برضو بحط مكياج ومش عارف ايه وكده والشعر ما بيبقى هايش وتسيق والقصاي والحركات كده ايوه ايوه الحركات دي فكان طبعا شتان بينها وبين الطالبة اللي في المدرسة او الفيونكات والله لا ما كنتش فيونكات قوي يعني بس برضو ايه يعني برضو يعني لبس اليونفورم اكيد مختلف يعني فين وفين لقيتها بتتجوريني من ايديا ليك تعالي هنا انت مرفودة قلت لا مرفودة ليه انت مرفودة انت بيشتكون منك في مدرسة هي حب تعمل معايا كده يعني حركة ان هي هي عايز تعرف انا اللي بغني بس مش عارفة جبالي ازاي المديرة فالمهم انا كنت ساعتها بخاف ساعتها قوي من ماما وبابا ان انا استدعيهم للمدرس فروح تقولك الخالي الله رحمه يعني تقوله خالي انا عندي كذا كذا والنظرة يعني صعبة قوي والمديرة فظيعة وكلام ده المهم خالي راح معايا للمدرسة تاني يوم وكده فقال سعاد اول ما دخل زاك سعاد طوح صعب جدا بالزباد وقال لقيت له انا بقالي سنع البنت دي مجنناني هي دي متغني وكده قال لقيت له دي رائعة وقامت واخداني وبستني وقالت لي انتي هتبقي حاجة رائعة انتي ليه مكسوفة انك تقولي انتي مفروض وساعتها بقى يا استاذ الدبست في كل انشطة المدرسة ايش تمثيل واشغلو ما انا كنت ليه ما بقولش كمان لاني كانت ساعتها بجد لما بيكون في حد مغوف في المدرسة بيقبص كل الانشطة الدراسية مازيكة تلاقيه غنة تلاقيه تمثيل تلاقيه فانا كان كل ده موجود الحمد لله عندي فبالتالي ما كنتش احضر حفظ فما كانتش عندي وقت يعني ما كانتش فيه وقت كان لازم اروح للمدرسة انا اتعلم بس الغنة والحاجات دي مدرسة بعدين مدرسة انا ايها اشتركوا في القناة